فرقة من نجمين هيساعدوني وأنا كمان معايا اتنين كل حلقة هيبقى معايا نجوم مختلفة هنمثلكم المشاة بشكل تاني خالص وانتم عليكم الحل في برنامج احنا نعبر وانت اتفكر ركز جدا اكتر وقتها حاول تفهم واكتر تقدر هنا فيه معنى وبيت معنى احنا نعبر وانت اتفكر الفزورة جوا دراما سفا او مهنا وحاجات ياما شف ما شاهدنا فين هتاخدنا وتفزر اخر وسلامة فرق انتم سيل وبيت نفسه من فيهم رح يزبط نفسه تفهم لقطة تاخد نقطة بس بسرعة بلاش تتأخر احنا نعبر وانت اتفكر احنا نعبر وانت اتفكر احنا نعبر وانت اتفكر ركز جدا اكتر وقتها حاول تفهم واكتر تقدر هنا فيه معنى وبيت معنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقالهم بكل جمهورنا في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم عرض خاص هنشوف النهاردة منافسة قوية جدا 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 ما بين فريقي محمد غزي وبين الفريق الاخر اللي ما يتسموش الفريق اللي على طول بينهزموا امامنا طبعا احنا فريقنا اقوى بكتير اه 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 اما انت طبعا انتوا عارفين فريقنا اقوى بكتير اه يعني دايس وما بيهموش وما بيخسرش ما بنخسرش ما بنخسرش اهلا احنا متعودين على كده ما بنخسرش علشان كده انا جبت معانا محمد نصر علشان نكسبه دائما وابدا سوز محمد نصر دايما خسران ومنور البرنامج بداية يعني عاوز اقول لكم يعني الصلع خير مش عاوزين نخش كده يعني الفرقة منورة احنا دخلين في الفرقة كلناها منورة الصلع خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بيكم وحلقة جديدة في اعرض الخاص برنامج مكسر الدنيا بازن الله مع انجومنا ومبدعينا المخلصين المميزين في قنواتنا وقنوات المجنى فنانين مبدعين اسادزة كبار نجوم اليوم جمهور ان شاء الله طبعا اراحب بالاسادزة ولا ايه الفنان القدير النجم الجميل حبيبي صديقي ورحلة الكفاح هاني ابراهيم اهلا بيك رحب بجمهورة اهلا وسهلا بيك اهلا وسهلا بيك اهلا وسهلا بجمهور قناة المجد الجميل العزيز على قلبي جدا ورب الحلقات تعجبكم وكل مرة هنكسب فريق وزي دائما كسبان ان شاء الله وتتبستوا معانا ان شاء الله بإذن الله مع الاسادزة الجميل دول يا السلام يا سعى تحايا للاستاذ عاني معايا يا السلام كلمتين محدش في فريقهم بيعرف يقولهم هتشوف دلوقتي هتشوف معانا ومعاكم اليوم وكل يوم الموسم وكل موسم وكل لحظة وانتوا بخير معانا ومعاكم الكبير كبير قوي استاذنا وحبيبنا اللي جينا المجد لقناه نجمي فجينا بقى نتعلم منه الاستاذ أشرف عبدالعزيز أرجوك لو سمحت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمهور المجد الحبيب أنا بابقى سعيد في كل حلقة بلاقيكم فيها وتلاقوني فيها أتمنى ان احنا نبقى خفاف على قلوبكم إن شاء الله وتبقى حلقة سعيدة وجميلة وتتقضوا معاها وقت جميل ومسابقة لطيفة يعني والمكسب لنا بس أنا بس عايز أوضح حاجة إنه معلش استاذ محمد غزي خانه التوفيق والجملة الألف إنه احنا هنكسب معلش أنا بقوله احنا ان شاء الله اللي هنكسب استاذ أشرف أنا عارف أنا بقول ايه تفضل يا استاذ محمد قدم من اللي بعد ما لك كده واعد واصف من نفسك من التاريخ تكسب ازاي والتاريخ موجود طبعا من ايه جمهورنا طبعا نعم استنين يا رب يا حبيب قلبي على الشرق باب اللي انت فيه الشرق بابة هيهريك في المسبق معنا نجم واخوية وحبيبي اللي بستبت عدامة بالتمثيل معاه وبتمثيل ولو استاذ اهاب الكير اتفضل راحة بالنجم الحلقة نجم الحلقة حلقة السماء جمهور المجد العزيز الغالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دايما سعيد وانا معاكم ودايما بيبقى مبسوط وانا مع الزمل الاعزاء الحبايب وان شاء الله برنامج عرض خاص يبقى برنامج زي ما عودونا دايما برنامج جميل وكله نجاحات وحنكسب ان شاء الله واخيرا وليس اخر الاخير ربه كريم الله اكرم اللهم اكرم عشان نحل بيه الانسان بنسيب الحل الحلف الاخر علشان نحل بيها بعد ما ايه بعد ما اكتنا بقى وخلاص وشباعنا وكده علشان كده نسيبته في الاخر علشان احل بيه الحلف الأستاذ الكبير العظيم العديد الحاجات غضانفر الدرامة الدرامة المجد الاستاذ احمد سنان يا حبيب قلبي. والله يا حبيب قلبي. وشكرا على عشان المقدمة دي انا ممكن يسيبك تخسر المرة دي. ايه ده? الله عليك. ايو كده. انا احب المفضل. انا مؤخش. جابوا النفس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهورنا الغالي العزيز على قلبنا. ربنا يخليكم لينا ويخلينا ليكم. وانا مبسوط جدا 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 ان انا موجود مع كوكبة من الاسدزة القبار النجوم المميزين. وان شاء الله ان شاء الله هنغلب غزي بوجودكم معنا. احلام يا قزة. احلام. احلام. يكسبوا احلام عشان يكسبوا. يا حبيبا يعني. زو يعني. يقول لك. يقول لك. يقول لك. على العمل يا عشان خطر. معلم واهدان والمعلم غضانفر. خش على السخان. بص ده لأ. معلم وهدان ماشي. انه مش معلم غضانفر دي. غضانفر. اسم المعلم غضانفر. زي ما احنا متعودين على طول هندخل دلوقتي على الفقرة الاولى وهي فقرة المشاهد. هنشوف مع بعض. مشهد هنا ومشهد هنا. ونشوف الفريق التاني. هيعرف اسم المسلسل ولا لا. ونشوف المشهد مع بعض. نبدأ بمين يا والسداد نصر? نبدأ بمين? يلا. من زم التعودين نبدأ بمين? يلا. 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 ايه? 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 وانده بين دان دان. انا قصيتك. احنا اللي هنبدأ. ماشي. احنا اللي هنبدأ يا بي. ماشي. احنا اللي هنبدأ يا علا. احنا لا نبدأ يا ناس. يلا يا بي. احنا اللي هنبدأ. انا هو نحضر للمشهد نخليكم معنا يلا بسرعة. يلا بينا. يا موافر يا رسولOnuz يلا عبر وإنت هتفكر ركز جدا أكتر وقته حاول تفهم وأكد هاي يا مؤمن ها دي نسبتي بيتي وبنتي وعيالي وولادي وبناتي ثانيا واحدة فندم هو مش كل دول واحد هم نفس المعنى ها 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 التفاصيل الزغيرة دي يا مؤمن بتفرق معنا احنا في التحقيق بنقويك يا فن على الله وجيت عشان اعيد معك كل سنة وحضرتك طيب وانت بالصحة والسلام يا رب ها يا طرى البليلة عجبتك للأسف يا فنم البليلة ما عجبتنيش فاش من كسرات ولا زبيب مش مخدومة وحشة جدا الراجل على اول الشارع عندنا بصراحة البليلة بتاعته احسن من كده كتير وبيحط فيها مكسرات بتتخدم يعني من ما دي ما عجبتنيش للأسف مكسرات وبتتخدم مين دا اللي على اول الشارع عندكم واحد على باب الله يعني اه بيبحها بكام بقى يا طرى يا مؤمن بخمسة جنيه حضرتك بس انا كنت باخدها ببلاش اه ليه بقى بتاخدها ببلاش كنت بسرقها بتسرقها انت لص بقى يا مؤمن لا بسرقها يعني ايه اللي جاب لص للسرقة اه لص يعني حرامي دا عند حضرتك عشان اللغة العربية اه المهم ما علينا وبعد كده كنت بتعمل ايه يا مؤمن واحد عادل دا انا كنت بروح له علشان بس اعرف طريقة البليلة السعي يعني اه يعني كنت عايز اعرف بيعملها ازاي يعني انت كنت بتمشي لغاية بيت عادل عشان تعرف طريقة البليلة بتتعامل ازاي يا مؤمن ما انا لسه ايه للجملة دي يا فنم اه معلش الحاجات دي بتفرق معنا احنا اه لما بعيد بركز في التفاصيل اكدر اه تفضل اه وين اللي خليك تمشي ورا الناس يا مؤمن كنت عايز اقولهم ان عادل بيغش البليلة وما بيحطش فيها مكسرات وما بيحطش فيها زبيب اه وما صدقونيش سبتهم ومشيت يا فنم سبتهم ومشيت عشان ما صدقوكش بتعيد نفس الكلام دي يا فنم بيقولك بتفرق معايا في التفاصيل الحاجات دي تفضل شايف الحطة دي ما تبصش ما تبصش ما هشوفها ازاي شوف من غير ما تبص بسرعة ايوه عايزة وش انقاشة فنم وش انقاشة ايه مش وقته هنشوف الموضوع ده بعدين روح وقف عندها هناك بسرعة يا خسارة يا الف خسارة كنت عايزة لاقي البليلة سكر محلي محطوط عليك ريما احنا نعبر وانت هتفكر ركز جدا اكتر وقته حاول تفهم واكيد تقدر وارجعنا لكم بعد المشهد الجميل المبدع ابداع والله ابداع برافو 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 في حياتي في حياتي ما شفت جمال بك بالشكل صاحب التفاصيل حياتي مش هككل المشهد الجميل وحسن والله اشتر ابداعته بجد ان شاء الله بسال زكبار وجمهوركو بيحبوكو طبعا الحمد لله وهنكسب بإذن الله بس جمهوركو بيحبوكو باركو طبعا نشوف يلا بس الليلة عايزة سقدر زيادة بس اه طبعا انتوا عرفتوا ده مسلسل ايه؟ ها؟ اه شفت الصدمة شفت الصدمة اه انا مينفعش هجاول اه مينفعش ده يجاول انا انا صارت عمسلسل ده مسلسل اقول مسلسل ايه؟ اقول عارف لو عرفت اقول لو ما عرفت هنا نشاكك فيه بس يعني ها اه تفضل الاختبوت تقريبا اه سوكسيريا بايه؟ ايه اللي خلقتي سوكسيريا بايه؟ البليلة خمان 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 البليلة اه الاختبوت هو ساني بس ثانية واحدة جمهورنا بس انا عايزة اسأل الجمهور هو استاذ اشرف تكلم صح. هل فعلا ده اه مسلسل اختبوط? اكيد انتو بتقولوا من بدل من ساعة المشهد. اهو ناصر قال لك اهو الاختبوط اهو. اخراج مين? اخراج وتعليف الاستاذ الرائد رائد اسماعيل. الله هو. تمام. الله نبدأ المحتوى. تمام. اه تحبوا تشوف المشهد الاصلي? اه تمام. يلا يلا مع بعض تشوف المشهد. شوف المشهد. اه. اه. قول لي بهمهم. انت ايلي اذاك عند بيت عادل? اه. 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 انا كنت بتفزح بالعربية. وعدين. وبعدين نسيت. ورا البنات. عصان كنت عايز اخد منهم من السوكالاتة. وهما مرديوس فى سيبتهم. شايف الحيطة? ومو عفاً. وشك الحيط. مشهد جميل. مشهد جميل. مشهد جميل. مشهد جميل يا شباب مشهد جميل. طبعاً. البنيلة طبع امرأة بتقصى. البنيلة تقصى. البنيلة تقصى. لو سيد هنا كان اثبت لك ان البنيلة طبع امرأة بتقصى. البنيلة يا جي. ايوه. اه. دلوقتي هنشوف المشهد بتاع الاسد استاذ نصر ولا ايه? يعني لو عحابهم احنا كده كده كصبانين. اه. اه. لا 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 نشوف. يلا بيين شو. نشوف المشهد كده جماعة هنحضر المشهد بتاع الاستاذ سند والاستاذ اشف عبدالعزيز واستاذ نصري كمان. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه هنعرف نكسر معنا. ظهرنا مستنينا نكسر الدول. بعمر الله. و احنا تقبل الله. يلا بينا بسم الله. جاريتنا تقبل الله. يلا بينا. برضك اللي انت هتفكر فيه يا ليل مش هتنقوله. خلصت خلاص يا عابد. في الوقت اللي احنا واكفين نتكلم فيه دلوقت. الرجالة جفلوا كل الطرق. وفيه رجالة هجموا على المدينة من ناحية الشرجية. ده غير ان انا اديت اجازة لكل الحراسة. اللي شغالين في درينبارك. يعني الالعاب كلها فاضية دلوقتي. ايه انا هلعب برحتي. ركبوني مرجحتي. عايز اركبها برحتي. وانا اشتريت تذاكر لكل الالعاب. ومعايا خارطة الكنز. وهحجك حلم ابوه يا ولعب في كل الالعاب من غير ما حد يقولي وقتك خلص. يا وقتك خلص ايه. فكرك ايه يعني يا ليل? لما تروح درينبارك تلعب هناك. مش هتلاقي رحلات سياحية واطفال. يقول لك لأ. هيقول لك لأ. ما قلت لك خلصت خلاص يا عابد. قل له يا رئيس حمزة. احنا نشرنا الخبر في البلد كلها ان الالعاب كلها في الصيانة. صيانة. اه يا ليل يا خسار يا ليل. وانا اللي كنت فاكرة كبرت. دهني بلغت اهل البلد كلاتهم. ان انت كبرت وبيت راجل زين. تعرف. انا اللي بزعلي منك ايه? ان انت هتروح درينبارك تلعب هناك بالقطر السريع. والصاروخ. لوحدك واني مش معاك. عايز العب معاك يا ليل. اثبت. رسبنا. رسبنا راكب الصاروخ دلوقت. الشاطر اللي يضحك في الاخر يا عابد. ودي اخرتها واد عمي. وطول ما نعايش على وش الدنيا. محدش هيركب الغسالة ولا يلعب في الشلال غيري. وانا هريحك. احنا نعبر وانت هتفكر. ركز جدا اكتر وقتا. حاول تفهم واكتر. رجعناكم تاني بعد ما شوفنا المشهد الجميل. بوضوا المسلسل. بوضوا المسلسل. ايه المرجيح والحاجات. ايه جمال ده? انا بوريك انه حمزة كان لازم يتعمل الزائف. ايه جمال ده? ايه جمال ده? نفسينا تركيبة. فيها تمسيل. لازم تعمل كلم ده? ايه كان نفسينا نروح الملاهي يا بوزي. كنا نروح الملاهي. معقولة لازم تروح. لازم تروح. اه. طبعا. لا جمال. ما شاء الله. ما شاء الله. يالك في المشهد. ولوصلوا تول الوقت تركب المراجيح. مشهد مشهد حلو بس لا يرتقي. اهة. المشهد ال للبليلة اهة. لا يرتاقي للبليلة. اهة. يعني اللي اطعم ولي. الطبع الطبع. مش كل الناس تقدر تاكل بليلة انما كل الناس تغير تروح الملاهي تركب مراجيح البليلة سقرة زيادة يتعب الناس بيمشي اي حد بيمشي بي speechless بليلة بليلة ولا مرجيحة? البزبوسة احلى من الاتنين. البليلة. البس بوسة احلى من الاتنين. البليلة رخيصة. لما الملايه. والمشه. اكتبوا لنا مين اللي فازح? المشهد. يلا شوف المشهد. عشان نشوف بقى يعرفوا الابداع هنا. نشوف. طبعا. نشوف المشهد. طبعا. نشوف الابداع بتاع الاسادزة. فضل يا بقى. يا السلام. والبقى انت عارفوا ازين يا عابد? مرضك اللي انت عاوزه مش هتطول واليل. بكفياك يا عابد بكفياك. خلصت اللي حكاية خلاص. في الوقت اللي انا وانت بنتكلم فيه دلوق مع بعض. في رجالة قفلين كل الطرق اللي جاية من الواحة. ورجالة تانية بتهجم على الواحة من ناحية الشرقية. تغير ان انا بدت اجازة لكل الحراص في قلب الواحة. يعني قلب الواحة دلوق فاضي. وزمان الممليك خدوا بيت الكبير. وخراية الكنز معايا. هنزل وعبي. وحقق الحلم اللي ابوية وجدة عاشوا عشانه. هيك فاكر ان الحدوطة خلصت اكده. هتلاقوا من اهل الواحة اللي يوقف في وشكم ويقول لكم لا. خلصت. خلصت يا عابد. ما تقول له رئيس حمزة. اخسارة. اخسارة هاد عمي. بس تعرف? انا اللي كنت غلطان. غلطت لما فكرت ان التعباء ممكن في يوم من الايام ينسى اصله. وينسلخ من جلده الواطي. ويعيش ويسوني الجميع. طبعا. طبعا. طبعا حمزة ده اقوى من حمزة ده. طبعا حمزة ده اقوى من حمزة ده. ما سألناش قبل المشهد لان عارفينك انك عارف كل حاجة. الملابس يا جماعة الملابس والحمزة والحمزة. الملابس والحمزة. بس هنا فيك واحدة. شفت الجملة اللي في الاخر? انا فيهم. لا يا الشاطر اللي اضحك في الاخر. شفت نصر وبيقولها. شفت نصر عنده حمز وبيقولها كده. هو اللي قالها يا احسنتو يا شباب لكن انا 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 عايز اكون صريح معاكم. انا جالي خبر من الكونترور احنا اللي كسبنا. مبروك يا انا. عاصل مبروك. اهوا بالكم يا الجالة المرة جاءتكم. ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا زي ما قلنا الجمهور ولا هيحكم على ال.. ان شاء الله الجمهور معنا بازن الله. احنا معنا فقرات تانية فقرة تانية فقرة رائعة. فقرة. رائعة. فقرة دي اه الفقرة دي جماعة اي فقر الارتجال. احنا هنشوف دلوقتي اه مشهد ونرتجل المشهد ده بشكل يعني شكل خمج شوية فانتازي نضيره زي بقيت المشاهد الفانتازي هالكل اللي هنبنعمل هذي طبعا نحن 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 هتحب تبدأ الاول اصد ناصر زي كل مرات؟ لا انت اوصد ده مش معقولة مين اللي بدأ في الاول المشاهد؟ ايه الاثار ده ايه الاثار ده لو من مكانة ولا نقوم 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 يلا من مكانة يلا توبة ورقة مقص ها قصتة خش خش صدق يبقى اللي تبدأ انا اللي هبدأ يلا ورونا ورونا شابوه احنا هنبدأ مش قضي نرتاجل لانا والشباب يلا بينا ما اللي عرفك على الراجل ده يا مناي تدريبات الحراسات الخاصة اللي انا بعملها للحرس بتوعه ده حتى هو شخصيا يا رجب كان بيدي يتدرب عندي ده انا يا ما دربته بايدانها ده يا رجب والله يا العزيم انت شكلك شغال بتاع شيء وقهوة انا كابوة حادي جدا يا رجب الحاجات دي حادي عندنا خالص في الجيمنيزيا هناك نظام اوروبي هل في يور سلف اه؟ هل في يور سلف انت قصدك هل في يور سلف صح؟ سلف ايه يا جاهل السلف ده اللي احنا بناخده كده مع بعضين في الصورة اه او الفلوس السلف اللي انا بسلفه لك وانت من ترجعاش يا رجب او السلف بتاع الميكانيكا اللي عندك في العربية انت جاهل انا برضو اللي جاهل اه المهم طفحت ولا لسه؟ طفحت طيب لم الاكل ده واخسر الصحوم طبعا مسلسل راح نعتقال طبعا ده كان مسلسل راح نعتقال اه هاي شباب هنعمل ايه بقى يقولولنا اه عايزين نرتاجل حاجة كده على المشهد ده هل في يور سلف ايه؟ نرتاجل هو اساسا الشربيني الشربيني مبوضوا الشربيني اه الشربيني اصلا مبوضوا هنعمل اعلى من كده اه خلص علينا خلصوا شربيني مصر اي حاجة اي حاجة اي حاجة نقول اي حاجة بقى نقول اي حاجة مين اللي هيقول مين حابب يقول اه مهمة اه الموضوع لازم يبقى اتنين برضا ايو مهمة اتنين اه انا وانت يلا نقول ايك اعمل شربيني اعمل شربيني اه حبيبي شربيني انت حافظه يلا اعمل شربيني يلا يلا تيجي القوم يلا يلا هو كان بيبدأ بيقول له ايه؟ اي حاجة هقول له عندينا هناك في الجماليزيوم اه يلا اه يلا غير دحك اه يلا واسمه راجع اه انت كنت بيقلت بتقولي حاجة اه انت بيقلت انت بتعملوا عندك هناك يعني عندنا هناك في الجماليزيوم بنعمل تدريبات محدش يعملها هيلفيورسيلف انت شكلك اساسا فراش ولا بتاعش هيلفي الجماليزيوم احب عليك ده فيه سيلف غير سيلف التصوير ده فيه سيلفي تاني اللي هو سيلفي الفلوس اللي انت سالفها مني ايه؟ ايه؟ لا بقول لك ايه؟ ايه؟ انا باعيش بالخمسين جنيه اه بطلع بتفسح بهم وما بسدع اللي هم الخمسين ييجي طب والسيلفي بتاعي مين هيدهوني؟ على الله بقى لا ماينفعش انا عايز سيلفي كل واحد ياخد سيلفه اللي بيهم سيلف احسنتو يا شباب الشرابيني عفلها ايه؟ ماينفعش انتم وانا الشرابيني هو ده عشان يتعمل يتعمل تراجد افتح ها شرابيني عشان يتعمل تراجد يا دي فكرة برضو دي فكرة برضو احسنتو اساسا اي والله احسنتو في الارتجال انا معملناش احنا طلع بيشربين يلا نشوف المشاهد التالي الاستاذ ناصر واخواته هي هي خلصوه يلا نشوف المشاهد هتخاف من الاشباحات اخاف منها كيه انا اللي بعملها اشباح عمرها ما كانت حقيقة الحقيقة الوحيدة اللي عرفتها ان انت نفسك مش حقيقي لما جيت تحركنك العرايس حرقتن على هواك كنت عايز توصل ليه يا سليم كل واحد مننا كان ليه مصلحة وجايز اكون استخدمتكم لمصلحة كبيرة طب ليه؟ علشان انت ضعاف يمكن من ضعف انا بجيت جوي انا جوي من غير اي حد الجوي عمره ما يقول انه جوي ان فيه الاجوى منه انا حلمت بالساعة اللي تيجي اخليهم كلهم يلبسوا توب الحزن ويجلعوا توب الفرح احلامك بيجيت كوابيس يا سليم انزح حقدك من جو عينيك ايوه فرشة احلامك فرشة 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 يلا بقى قوم بقى يا ساد يلا تفضل اقوم يا بيه اقوم يا بيه اقوم يا بيه يلا يا بيه بس كده تمام بس كده بس كده بص يا ناك في المراية يلا يلبس الزعبوت بخ اكشة لا 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 مالك يا سليم تخليك سليم انزع الحقد من عينيك طف النار تعالى طف النار اللي في صدري طف النار طفي 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 طف قمطة تروحينيك يا سليم انت حاضر تروحينيك عاppست قل الحاجة اعمل اسطم ما علاش المشهد مش عرفو ليه سليم ليه لا لا استنى بس استنى بس ياعن اصدحى ياعن ايدا خلص يا سليم ده في الجلاش كله في الجلاش خلص يا سديم. اشتول عن الحك دي من جواك. طف نهاري في صدره. طف النار. طف النار. طف النار الصدر يا سديم. طفنه. ايه ايه? اجب لك يزيز التباقيا. لأ لأ لأ. انت بتطفها فين? طفها في صدر. مش في صورته يا اخد المارسلط. انا مش. اخده الجلاش كله خليك معي يا سليم. مش في صورته يا انا. انت مش خايف مني ولا ايه. مش خايف منك. مش خايف مني. لا. ليه? مش خايف مني. لأن انت اساسا هوى. ها? انت هوى. اه. انا هوى. اه. اه. انا سليم ها? ايوا انت هوى. اه. اللي انت بتقوله ده كله في الجلقات. وكله من سند هو اللي دبسني. زي ما عملتك انا اعمل مية زيك. اه. يلا يا سليم. ماشي يا سند. يلا يا سليم. احنا خلصنا بيه. مبروو بقى. خلصنا بيه. انا انا مش عارف المشهد فيه ايه. استاذ اشرف مش فاهم اللعبة. اه. مش فاهم اللعبة. مش فاهم اللعبة. مش فاهم اللعبة. ما تجيلش بالك من المشهد. قول اي حاجة. مش عاجة اه. انا المشهد بحاول. كله ايش. خليل كنت جبني. طب في النار اللي في صدر. اه. انا بحاول اجيب الخيوط بتاعة المشهد. ما فيش. خيوط عند التنزي. مش هيدا. لا احسنتم عزادزة. احسنتم. ما شاء الله. احسنتم. احنا كسبانين طبعا باللي احنا عمده ازاي. ازاي يعني. احنا كسبانين. انا كسبانين. انا كسبانين ببقود. احسنتم. احسنتم عزادزة. مش عارف اه دلوقتي وقتنا تقريبا نصي يلا. يا الله تعالى. ايه. خلاص كده المفروض وقتنا خلص. تعالى اطف. للاسف اه الوقت اه خلص وقتنا جميل وخلص بسرعة واحنا استمتعنا جدا معاكم. وشكرا يا سيد ناصر على الحلقة الجميلة دي برعاية اه. تعال اطف. اه. والجلاج. اه والجلاج. شكرا يا سيد سانت. شكرا يا سيد اه اشرف. شكرا يا سيد هاني. شكرا يا سيد ايهاب. شكرا يا سيد. نورتونا. واكيد اسعدتوا الجمهور. واحنا سعيدنا جدا 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 بوجودنا معاكم. وان شاء الله على وعد بحلقة جديدة من عرض خاص وبرضو يبقى معايا الاستاذ محمد نصر ويخسر. شكرا الله. زي كل مرة. ايه ده معنا انت اللي فتخسر. ان شاء الله بازن الله. الجمهور هو اللي هحدد. الجمهور هو اللي هيقول. الجمهور هو اللي هيكسب. وجمهور هو اللي هيخسر. الموضوع في ايديكم. ان شاء الله يكسبنا عشان اشرف عشان تبقوا فاهمين الوضع. ساعدنا جدا بكم شكرا لكم. استاذ نصر ايه في الحلقة كده بقوة. اقفل بقوة. 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 بحاسب جات قوة. يا رب نكون اسعدناك وان شاء الله ومن حلقات تانية اقوى بازن الله في برنامج عرض خاص مع الاسادزة النجوم بنشكرنا استاذ سند واستاذ عشف واستاذ هاني واستاذ ايهاب. شكرا. نورتونا شرفتونا وبعد من خلاص الحلقة هنعمل ماشا دانو انت برا. لا ما خلاص مش عايز. ونشوفكم على خير دايما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.